بحضور العديد من المهتمين بشأن الدين المسيحي جلد مدينة دوباه مناسبة تنصيم للأسقف الجديد للكنيسة مدينة دوباه عاصمة أقليم لقوان الشرقي بحضور السلطات الإدارية والعسكرية تقرير زميلة مريم أبد الرحيم وعرضه في الثامن عشر من فبراير للعام الحالي بدأ الحفل الذي يعين فيه السيد مارتي وينجي باني كأسقف لكنيسة مدينة دوباه حاضرة إقليم لقوان الشرق وذلك بحضور مختلف ممثلي الكنائس الكاثلوكية بالبلاد وكذا القادمين من خارج البلاد هذا وقد ترأس الحفل محافظ مقاطعة باندي ممثلا لحاكم الإقليم وبرفقته عدد من السلطات الإدارية والمحلية ونواب الجمعية الوطنية وبعض من أعضاء الحكومة مسؤول مجموعة كنائس لوجون الشرق بمدينة دوباه أشار بدور الأسقف مارتي وينجي باني الذي تم اختياره من قبل البابا فرانسوا كما أكد بأن الأسقف الجديد عليه مراجعة وتقييم التحديات الدينية ومساعدة سكان الإقليم بصفة عامة والمسيحيين على وشه الخصوصة حيث تم تعينه أمام عدد كبير من رجال الديانة المسيحية في منصبه كأسقف لكنيسة مدينة دوباه كما ختم الحفل بتوجيه رسالة من الأسقف الجديد مارتي وينجي باني إلى المسيحيين لتقديم الدعم والعون اللازم في كافة المجالات التي تقص الدين المسيحي ترجمة نانسي قنقر